أطلق صاحب السمو الملكين من محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة للسعود ولي العهد نائب ورئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية الاستراتيجية الوطنية للألعاب ورياضات الإلكترونية في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030 مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سوى وقال ولي العهد إن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهوات الألعاب الإلكترونية هما المحركات لاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محليا وعالميا من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم أيضا تضم الاستراتيجية ثلاثة أهداف الرئيسة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسين مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من تسعة وثلاثين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام الفين وثلاثين وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات كما تهدف إلى الوصول إلى الرياضة العالمية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية من خلال إنتاج أكثر من ثلاثين لعبة منافسة عالميا في السيديهات المملكة والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية